وكأنها في عصر ما قبل الحداثة هكذا تعيش المناطق الواقعة ما بعد سكة الحديد العريقة بتاريخها فلا ماء ولا كهرباء وما من سقف يقف على أربعة جدران ورغم هذا عادوا فالجرح الذي آلمهم ليكون أصعب من العيش رسط هذا الدمار رجعنا من قد ما تهجرنا من الضيم الضيم الشفناه ومضطرين لازم نرجع بس نطلب من الحكومة نريد ماء وكهرباء لأن ما أكو لا ماء ولا كهرباء والله إلا نجيب تناكير من الشاطئ نجيب يعني إلا تناكير يجبوننا ماء بفلوس الحكومة والناشد المنظمات ساعدنا ببيوتنا وإحنا سعجان ننظف ببيوتنا وريد نرجع على بيوتنا والناشد يعني الحكومة بتدعمنا بماي وكهرباء لتسهل عودة النازحين وترجع الحياة كما هي لا كهرباء ولا ماء يعني وجاي تناكير يعني جاي تجيبنا على حساب نفسنا وفلوس ما عندنا واربع سنين صارنا مضررين يعني شي ظل عندنا واي بيوتنا ده نشوفهم وكلها واقع علي ومقاح المطر ومقاح الضرب ومقاح كل شي يعني متأذيحين أنت تسير في بيجي متجها إلى الغرب منها فلابد لك أن تلاحظ ما دمرته الحرب وما دمر بعدها عمدا يحدثنا آمر قوة الماسكة للأرض هناك عن صمودهم ومزايدة السياسيين مع قرب الانتخابات وهو يطالبهم بتوفير أبسط ما يمكن بحفر بئر أو إرسال محولة للكهرباء هاي القرية اللي شوفونها مهجورة بالكامل كهرباء ما بيها تيولها واقعة السلاك مقطعة مي ما بيها السعينة يعني أقل لها السعينة دولة هذول الناس اللي يريد يصعدون ويدورون كراسي ويدورون يعني ما يرحمون بينه أقل لها يجيبوا لهم يعني يجيبوا لكم هالسعينة توازي يحفروننا بيار هاملوا كل عشر بيوت عشرين بيت يحفلونهم برينة يشربون معدها مي حطوا له مي موحل ومي خالف يعني أي مي ماكو هنا لا شيء ما أنه أي دعم ماكو لا من الحكومة ولا من الغير والله ونتمنى الدعم لهالمغاترين هاي إذا كان برواتي أو كان بسلاح أو كان بأي شيء اللي يتوفر لنا الدولة نحنا نكون ممنونين لهم ماكفين منها خد صد لداعش داعش خوة ما تقاتلة تقاتلة بمكيار ما تقاتلة بمكيار تقاتلة لازم بسلاح إذا الدولة ما دعمتها وانططتك سلاح ووفرتك وانططتك رواتب وانططتك شيء اللي يسندك وحاموك يعني أنت صرت أنت اليوم إحنا جيها جيها عايدين للحكومة جيها حكومة لقناة سامراء مصطفى السلمان